طيب بغض نظر بقى تعالى نشوف الاسعار بتاع العملات عشان اقولك التعويم الكامل لما يحصل هنوصل لكامل بغض النظر ان الجديد السترلينة النهاردة وركب التلاتين عادي يا عم لم يناش دعوا بالسترلينة هو انا مو صلاح وانا مو صلاح بالسترلينة غناش دعم لاش دعوا بالسترلينة ده الاسترلينة ده يتكلم عليه ايه يعني محمد محمد الننية طبعا ده اول ومره في التاريخ طبعا إحنا احنا كل الحاجات اللي بتحصل فيه دايما يقول لك اول مرة في الطبع اول مرة في الطريق دهب اللي ب 1250 ده الدهب يوم ما كسر ال 500 الناس كانت بطولته عند نفس الصعيد الدهب يوم ما كسر ال 500 الناس كانت بطولته اقول لك اجيب شبكة ب 55000 جنيه اللي هو 100 جرام يعني دهب ايه بقى ب1250 تقول لي اول مرة طبعا اول مرة ده كانت 500 كانت مصيبة ماقول لك ساعة 2013 كان جرام الدهب لما حصل الانقلاب الميمون وصورة يونيو العظيمة التي جاءت بكل خير الحمدلله كان ب135 135 الحمدلله يعني زيت 9 اضعاف بس صورة ميمونة يعني ومبروكة يعني فاول مرة طبعا اول مرة طب نشوف بقى الكلام هاني توفيق عشان اللي عايز يروح يتفرج على الماتش اللي هيجيله نفس يتفرج على الماتش بعد كده بص يا سيدي هاني توفيق بيقولك ايه بشأن التعويم وتحذير واجب اقول للاخوة الخبراء ولسندوق النقد والمؤيدين للتعويم الكامل اللي هو بيحصل دلوقتي تركيا قامت بالتعويم الكامل في 2018 وانخفضت فانخفضت الليلة 75% في 5 سنوات انظر الرسم البياني ادنى وارتفع معدل التضخم الى 80% بالنسبة للجنيه المصري وبنفس المعطيات والنتائج عليه فهذا يعادل 60 جنيه للدولار اليوم اقف هنا معامل ونرجع ايه نكمل كلامنا تركيا عومت صح؟ وحصل فيها نقلة مهولة لسعر الدولار صح على فكرة انها الحمد لله يعني ما عندناش خالص دولار يوم ما انا وصلت البلد دي الدولار كان بـ 2 جنيه و 10 ساعر انا يعني اول حاجة اتغيرت كنت جايب دولارات معايا جايب دولارات معايا مش من المصري اول 100 دولار غيرتها على 2 جنيه و 10 ساعر الان بـ 18 و 60 قرش يعني زي التسع اضعاف في الاربع سنين دول لكن تركيا استطعت انها تمسك المحبس اه التضخم عندها عالي بس دي دولة زي ما بيقول هاني توفيق بتصدر بـ 220 مليار مليار وسعر الليلة وقف لدرجة انهم خدوا قرارات انتحارية زي ما بقولك بتخفيض سعر الفايدة اذا هنتوفيق بيقول لنا ده الاهم ما في البسط انه اذا حدث تعويم كامل فانك يا باشا يا جميل هيكون سعر الدولار 60 جنيه انا الحقيقة لما كتب بعض الاصدقاء وقالوه لبعض الاصدقاء انه هيجيب 50 جنيه كنت بقول لها يا جماعة مبالغة واحنا بينا وبين النظام عداء صحيح بس انا بحبش تطلع اشعاعات 50 جنيه ايه بس كانت الناس كانت متفقلة وكانوا بيقولولي يا ريت شوقف عندي 50 هذا هو حقيقة الوضع الان لو حصل تعويم كامل ده اللي بيقولك ده هاني توفيق واحد من رجالة الاجهزة الامنية بس بيقولهم ما تستجيبوش لضغط صندوق النقد اللي هو هيجيب دولافها يا جماعة صندوق النقد ده عامل زي ست الشقم كده ما تدخلش مكان اللي لو تخربوه ما حطتش رجلها في بلد و جاء من وراها فايدة اخير هم ايه اللي حصل في فين سيراليون لا مش سيراليون بتاعت الشاي ديسمائي سيرولانكا والارجنتين ما فيهاش غير ميسي انا بس يهميني من البوست ده اللي هكمله لكم ما تخافوش ان سعر الدولار لو حصل تعويم كامل ستين جنيه عشان تبقى الحكاية مكشوفة لان صندوق النقد المرادي مصمم مش هديك فلوس غير لما تعمل تعويم كامل فيه يحصل بقى لو استاذ حسر عبدالله يلف يقول له طب خليها 22 طب خليها 24 طب اقول لك اخر كلام اخر كلام 29 طب اخر كلام بقى انا هقفل التلاتين لا لا تعويم كامل وطبعا هو بيقول اللي النهار ده والذي كان يعادل 15 جنيه في 2018 ايضا وذلك اذا استجبنا لتعليمات صندوق النقد التحكمية والمتشددة وقمنا بالتعويم الكامل الان دولا استعداد الكامل له هذا مع تفوق توركي علينا في القاعدة الانتاجية والصناعية والتصدير فعلا عندهم 220 مليار دولار السنة دي وعندهم 40 مليون سائح كل سنة ده تركي واكرر مرة اخرى لا تعويم كامل وحر الجنيه قبل الخطوات اللي بيطالب بيها اخونا اهاني توفيق توفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزي للتحكم في سعر الدولار فيما عرف فنيا بعمليات السوق المفتوحة اتخاذ خطوات واضحة وجادة بشأن جذب استثمارات اجنبية والسياحة والتصنيع والتشغيل والتصدير وذلك بعد ازالة معوقات الاستثمار السابق الاشارة اليها مرارة قرارا والخلاصة تخفيض تدريجي ومحسوم في قيمة ومحسوب في قيمة الجنيه وليس تعويم كامل وليس تعويم كامل وحر ويتبعه خفض الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي فالتصدير وإلا فالنتيجة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في منطقة الخطور شوف يا جماعة الاستاذ هنتوفر بيتكلم كلام مصدوط على فكرة في المسألة الاقتصادية بس النظام عندنا ولا فارق مع الكلام ده كله النظام فارق معاه القبضة الأمنية الحديدية بس قبضة أمنية ايه الناس هتطلع تزمجر هيبقى في دعوات للخروج الحمد لله انها عندنا تجربة في 11-11 انها جيحة وباهرة حد شقدر ينزل والناس ده ده اللي بيحصل ده انت لسه لم لم تستشعر تأثيره عارف انت المثل دائم اللي بقولك ايه بعد ما الخبطة بتتخبط الخبطة والخبطة سخنة ما بتحسش بيها لما بتروح البيت بقى والخبطة تبرد تبدأ تسرخ من القلم اوه وحدش لسه حس بصراخ القلم من اللي حصل اوه هتفتكر ان كلام السلسل النهاردة عن ان احنا الاسعار بنتحكم فيها ما بتغلاش عالميا ده صحيح ده طبعا بالصحيح الاسعار كل يوم بتغلى لكن بالنسبة للقادم ولا شيء انت متخيل لو الدولار ما جابش ستين وما جابش خمسين تم اعتماده رسميا بواحد وثلاثين اتين وثلاثين انت متخيل تأثيره عليك هيبقى عامل ازاي؟ متخيل الاسعار هتبقى عامل ازاي؟ اصل انا دلوقتي في صاحب صاحب كشك صاحب اي حاجة في الدنيا الدولار كان بستا بخمستاشر خمسة وسبعين بقى بثلاثين زاد مئة في المئة يبقى السلعة بتاع هتنازم تزيد مئة في المئة يعني بقى بديهي ده لو هو تاجر شريف لو كده وكده بتزيد مئتين تلتمية في المئة فالاو بيتكلم بقى على اوضاع اجتماعية لا لا ما تقلقش يا سهزهاني الامن مسيطر الحمد